اهتمت سيدة عربية بتربية ابنتها واسمها هند فأحضرت لها مربية مسلمة لتقوم برعايتها أثناء عملها وغيابها عن المنزل ولكن بعد أشهر قليلة غادرت المربية المسلمة منزل تلك السيدة بسبب قسوتها معها ومعاقبتها على أتفه الأمور وبعد أيام استعانت السيدة العربية بمربية أخرى ولكن هذه المرة كانت المربية غير مسلمة وليس لها دين وفي أحد الأيام أوقعت المربية على الأرض صحنا مزخرفا غالية ثمن فكسرته فصفعتها السيدة العربية صاحبة البيت صفعة قوية وكانت هذه الصفعة أول عقاب تناله هذه المربية غير المسلمة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فذهبت المربية إلى غرفتها تبكي وكلما شاهدت المربية وجه والدة هند نظرت إليها نظرات غل وكراهية وكلما زادت السيدة من عقابها للمربية زاد غل وكراهية المربية وحقدها على تلك السيدة مر على أول صفعة تلقتها تلك المربية سنتان وقد نسيت والدة هند هذه الصفعة وما بعدها ولكن المربية لم تنسى وكانت نار الانتقام تشتعل داخلها فكانت الأم تذهب كل صباح لعملها وتأتي وقت الظهيرة وتظل ابنتها هند مع المربية وبعد أيام قليلة أحست الأم أن ابنتها في الليل تنام وهي تتألم فقررت أن تتغيب عن عملها وتراقب المربية مع هند في هذه اللحظة سمعت ابنتها هندا تقول للمربية لا أريد اليوم هذا مؤلم في هذا الحين دخلت الأم عليها فجأة ففوجئت بما لا يخطر على بال إنسان لقد رأت المربية تضع لهند الديدان في أنفها فأسرعت وأخذت ابنتها وذهبت بها إلى الطبيب لم يستطع الطبيب معالجة هند التي ماتت بدون أن تقترف ذنبا فانظروا قسوة أم كانت نتيجتها حياة طفل بريئة وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى سيدة مسلمة ثرية قاسية القلب لها ابنة واحدة في العاشرة من عمرها ربتها على التعالي على الناس وعندما مرضت هذه السيدة أرسلت ابنتها إلى بيت عمها في قرية صغيرة حتى تعود من رحلة علاجها خارج البلاد وبعد ستة أشهر عادت سيدة فذهبت بسيارتها للقرية لتأخذ ابنتها وعندما وصلت لم تجلس مع عم ابنتها سوى دقائق وهي في ضيق شديد وعندما ذهبت إلى سيارتها لتعود بها إلى قصرها فوجئت بعطل كبير فيها ولم يكن أمامها سوى ركوب القطار وأوسط العم بإرسال السيارة بعد إصلاحها ركبت السيدة وابنتها القطار وبعد دقائق جاء أمامهما بائع وجبات خفيفة يرتدي ملابس ممزقة وعلامات الفقر تبدو عليه وعارض منتجاته على السيدة التي نظرت إليه بشمئزاز ورفضت الشراء منه وطلبت منه المضي بعيدا عنها ولكن ابنتها مدت يدها لتأخذ وجبة وطلبت من والدتها أن تشتريها لها من هذا الفقير أو تعطيه بعض النقود وقالت لها لا بد أن نكرمه لأنه فقير حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض تعجبت السيدة من كلام ابنتها فهي لم تحدثها يوما عن الرسول أو الإسلام في يوم ما معلمت أن ابنتها خلال وجودها في بيت عمها قد تغيرت طباعها تماما فغضبت منها وطلبت من البائع المغادرة فورا فغادر البائع بعد أن ابتسم في وجه الصغيرة التي حزنت بسبب أسلوب أمها معه وظلت تقرأ كثيرا من القرآن الذي حفظته في بيت عمها حتى اقتربت نهاية الرحلة في هذا الوقت كان بائع الوجبات يجلس بجوار باب القطار فأعادت الإبنة على أمها في تودد أن تعطيه بعض المال ولكن السيدة رفضت وأخبرت ابنتها أنه ليس شخصا جيدا وأن أمثال هؤلاء الناس يخطفون الصغيرات توقف القطار ونزلت السيدة وابنتها وأثناء سيرهما سمعت الأم صوتا ينادي عليها من الخلف فنظرت إلى الوراء ورأت بائع الوجبات يلوح لها من بعيد ويناديها فاعتقدت أنه يطاردهما وبدأت تسرع مع ابنتها وأوقفت سيارة أجرة لتغادر على وجه السرعة وبمجرد ركوبهما وصل بائع الوجبات إليهما ولكن الأم طلبت من السائق التحرك فورا وفي تلك اللحظة شاهدت البائع يحمل سوارا ذهبيا يخصها فتوقفت ونظرت إلى البائع وأخبرته أن هذا السوار لابنتها وكانت المفاجأة حين أخبرها البائع أن ابنتها أعطته السوار وهي تنزل من القطار لذلك كان يجري خلفهما كي يعيده لتلك الإبنة الرقيقة وقبل أن يغادر سحب حزمة من وجباته وقال لسيدة تلك الوجبة للفتاة بكت السيدة من تأثرها واعتذرت البائع الذي طلب منها بألا تأخذ الناس بالظاهر فالجوهر الداخلي هو الأهم والأعمق وعندما عادت الأم لقصرها علمت أن ابنتها تعرف الكثير عن الإسلام وتحفظ الكثير من القرآن والأحاديث وأنها لم تترك فرضا أثناء وجودها في بيت عمها فطلبت من ابنتها أن تعلمها كل ما تعلمته وودعت قسوة قلبها وغفلتها نهائيا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا العالم روبرت جيلهم عالم أمريكي يهودي وهو زعيم اليهود في معهد ألبرت أينشتاين المختص في علم الأجنة هذا العالم الذي له صوالات وجولات في علم الأجنة والبصمات الوراثية في البحوث والاكتشافات الوراثية أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية ولإعجاز القرآن في سبب تحديد عدة الطلاق للمرأة مدة ثلاثة شهور فقد فاجأ العلم الحديث الجميع بمفاجأة علمية تسمى بصمة ماء الرجل حيث أن السائل الذكاري للرجل به 62 بروتينا يختلف من رجل لآخر كاختلاف بصمة الإصبع وهي شفرة خاصة لكل رجل وجسد المرأة يحمل كومبيوتر يختزن شفرة من يعاشرها من الرجال فإذا تزوجت برجل آخر بعد الطلاق مباشرة أو دخلت أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس لهذا الكمبيوتر فيصيبه بالخلر والأمراض الخبيثة وثبت علمياً أن أول حيض بعد الطلاق يزيل 32% إلى 35% من بصمة الرجل والحيضة الثانية تزيل 67% إلى 72% من بصمة الرجل والحيضة الثالثة تزيل 99.9% من بصمة الرجل ويكون الرحم تطهر من البصمة السابقة واستعد لاستقبال شفرة وبصمة جديدة بدون إصابته بأذى لذلك فإن ممارسة الدعارة تصيب الزانيات بالأمراض الفتاكة نتيجة لاختلاط السوائل المنوية في الرحم أما عدة الأرمالة فإنها تحتاج لوقت أطول لإزالة الشفرة حيث أن الحزن يثبت البصمة لديها بشكل أقوى فتحتاج للمقدار الذي قال عنه الله عز وجل أربعة أشهر وعشرة لتزول بصمة ماء الرجل نهائيا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة للقيام بتحقيق في حي أفارقة المسلمين بأمريكا فتبين أن كل النساء يحمل بصمات أزواجهن فقط فيما بيّنت التحريات العلمية في حي آخر لأمريكيات متحررات أنهن يمتلكن بصمات متعددة للرجال من 2 إلى 3 وكانت الحقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء التحاليل على زوجته ليتبين أنها تمتلك ثلاث بصمات مما يعني أنها كانت تخونه وذهب به الحد إلى اكتشاف أن واحدا من أصل ثلاثة أبناء فقط هو ابنه وعلى إثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة وتماسك المجتمع وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة على وجه الأرض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ترجمة نانسي قنقر